بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله كامل تكونوا بخير ان شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة اليوم راح ندخل حصة رقم 11 وضمون الحصة هذه راح يكون مذخم غير عاكس قبل ما نبدأ حصة ان شاء الله نتمنى ان هذا الفيديو يوصل الف لايك بها نكمل معكم نهاية السنة ان شاء الله ثاني حاجة ثاني حاجة قبل ما تشاهدوا هذا الفيديو نتمنى انكم شاهدتوا فيديو تحصة رقم 1 هو قانون اوم نحتاجوا قانون اوم بزاف هذا الفيديو كذلك فيديو حصة رقم 2 وهو قانون العروات واهم حصة اهم حصة لازن نتفرج لها بسكنوا عندها علاقة كبيرة بهذا الفيديو اللي هي حصة رقم 10 اللي يوقفها مضخم العاكس فلنبدأ على بركة الله وحفظه كما اشتجوا معا حصة الماضية عرفنا هذا الرمز وقلنا سميناه مضخم عملي في السنة الثالثة رح تدرسوا ثث انواع في المضخمات النوع الاول هو مضخم العاكس اللي درسناه في الحصة عشرة والمضخم الثاني هو مضخم غير عاكس واخر حاجة مضخم عملي يعمل عمل مقارن مضمون الحصة اليوم هو المضخم غير عاكس هكذا هيا نبدأ وندرسوا المضخم غير عاكس مهدي تفضل ما عطيت لك اوتاريزاسي مهدي ركتس ما فيا هالو هيا مهدي رحوا رحوا المضخم الثاني ولوش عرفنا عرفنا مضخم العكس هكذا باقلنا نقولوا باقلوا عليه مضخم عاكس يحتوي على تغذية راجعة والاشارة الموراد تضخيمه تكون مربوطة بالقطب العاكس هكذا هذا المضخم العاكس إذا ندركوا ندخلوا مضخم غير عاكس من اسمه بين من اسمه بين مضخم غير عاكس ما عنتها الإشارة يضخمها مما يعكسها ما عنتها يحافظ على الاتجاه أنتها يعني فرق الصفحة ما بين المخرج والمضخم كيف سيكون سيكون سفر درجة هكذا مهدي مهدي باي كل مضخم عاكس غير عاكس أولا يجب يحتوي على تغذية راجعة والمقاومة راجعة ما عنتها تغذية راجعة فيدباك هذه الإشارة هي المقاومة والسلك مربوطة بالمخرج وين عود يرجع؟ يرجع لأحد مدخل هكذا وشك تشوفيها مربوطة بالقطب العاكس هكذا أسكوا نقول بلي هذا عاكس ما أطنسيو 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 تلقى مقاومة هذه راجعة مربوطة بالناقس تقول يا أستاذ رأو عاكس لا لا شكون يحدد لي بلي عاكس ولا غير عاكس هي الإشارة الموراد تضخيمه باش مربوطة تفاهمين عليها؟ إذن لازم يحتوي على مقاومة الرجوع وفي ناس الوقت اجتدي المقاومة الاروحة اللي كانت في العاكس شوك راح نقلبها شوك راح نقلبها؟ هبطتها لتحت وربطها بالجين دي إذا مش هكت لاحظة مهدي قطب العاكس باش ربطته؟ قطب العاكس شوف تبع باش ربطته؟ ربطته بالأرضي ما عندها ديزاكتيفيتو هاكذا والإشارة الموراد تضخيمه ها ديزاكتيفيتو والإشارة الموراد تضخيمه ها ديزاك طولت قطب غير العاكس وربطته في أونتري هادي باش ربطتها؟ في أونتري هادي لعني حاب نضخمها ربطتها بالقطب غير عاكس أيوة إذا هذا المضخم هو نوعه هو مضخم غير عاكس بنفس الطريقة مضخمة في أونتري هادي وش هي عبارة جيبية في أونتري للدخول هكذا اللي تساوي سبعة سينيس 314 تي المخرج بش ها حيصر على له شوف ما هدي المخرج بش ها حيصر على له نوب الموجبة هذي شوف ش ها حيصر على له راحة خرجت في أونتري ها أشكو تزاد الدور تحت الزيد ولا نقص أشكو تبدل أفريقونس تحتها شو هنا في المحور الفواصل أشكو تبدل تبدل تقيمتها أو لا تبدلش ما تبدلش إذا المضخم غير عاكس وش نقوله يحافظ على الدور ويحافظ على الأفريقونس ما يوش يدير مضخم العاكس شوف ش زال وش دخم دخم المطال دخم السياعة آيوة إذا وش نقوله في سورتي وش صرع لها في سورتي نقوله باللي دخمة مارتين ونقوله كذلك في سورتي وش هو فرق الصفحة شوف فرق الصفحة أشكو هذه النوبة مشيت تقدمت الأمام ولا رجعت الخلف ولا قاتت محافظة على الصفحة التاح شوف هنا قاتت محافظة محافظة إذا وش نقوله فرق الصفحة ما بين ما بين وش إشارة الخروج وإشارة الخروج يساوي السحر يساوي السحر ماشي كما في المضخم العاكس والقناهات أخرت على هذي كتبنات ثمير 14 ناقص بي إذن هذه النوبة الموجبة النوبة السابة أشوف نفس الطريقة وش يسر لها تبقى محافظة على الخصائص الإشارة وش يسر لها تضخم على حسب معامل تضخيم آذي واللي دخم بعد نحسبوه إذن هذه القيمة الدنيا ناقص بي مينيمو وهذه في ماكس مهدي تفضل خرج لي عبارة جيبية مهدي في صارت وش يساوي در نعتبر بلي آذي لديناها ثنين مثلا في صارت وش يساوي في صارت وش يساوي اللي هي في صارت 14 ناقص ساوي صحيت تي تبقى نفسها نسيتها إذن هنا جمعنا في صارت وش يساوي في صارت وش يساوي كما قالكم زياميكم مدام اللي تبيلي معامل تضخيم الثنين ساوي 14 سيني ساوي 14 ساوي 14 على مده تزايد بي ونعقص بي ولا كذا لأنه إشارة الخروج بقات على التوافق مع وش مع إشارة الدخول فالق الصفحة يساوي آه سهل سهلة هذه نكمل 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 أيوه روحوا لمعامل تضخيم شوفها مهدي معامل تضخيم آذي وش يساوي يساوي ديما من مخرج علامات خل ما عندها بي صارت على بي أنتري ويساوي بدلات المقاومات وش يقولك يساوي مجموعة المقاومة الفرع يعني هاته كامل هاكن �شوفувати ع hinge ع vi ع Rivera الفرق. راكم معي. على واش? على واش? على المقاومة غير راجعة. ما هي المقاومة غير راجعة? هل هي ايروحد? اللي ما عنداش علاقة بالحلقة الرجل. صحيح. تساوي مجموعة المقاومة الفرق. اللي هم هذا الزوج. على المقاومة غير راجعة. هذا وش هتقرأت ما في الترمينال. اذا وش تساوي في هذه الحالة? وش تساوي? اعطي النتيجة. مجموعة المقاومة تساوي? احطي ار واحد زايد ار واحد. على على المقاومة غير راجعة. على ار واحد. على ار واحد. هذا هو الدرجة مضخم غير عاكس. ما في حتى اشكالية. يا ترسل مرسومات. يا تحسب معامل التضخيم. يا تكتب مخرج بدلالة المدخل والمقاومة. هذه الاسئلة هتكون على المضخيمات في الباكالوريا. متوسطي عناش في المضخيمات بس كوش انا نديرو جمعها. نديروه في المراجعة. اوكي. اه مهدي خلاص الدراهمة. روحوا لي بعدها. شكون اجماعة اللي يحبي يتفضل? يتفضل. هيا. اه تفضلي امينة. امينة تفضلي. امينة افتح الميكروفون تاعك. امينة ذكون روحوا لحاجة اه ثانية وش هو? وش مدلي هنا يا? مدلي تمارين رقم ثلاثة. السلسلة مدتها لكم فيها ربعة تمارين. سلسلة تمارين رقم ثلاثة وش قال لك? اعطى لك هذا المضخم. اركمها يا? اعطى لك الاشارات تاعه. قال لك ما انه احد المضخم. واكتب عبارة V3 اليها في صورتي بدلت V2R و R1. واحسب معامل تضخيم واكمل رسمة. اشارة V3. نبدأ امينة. هيا. جماعة وش مطلق منكم. وقفوا الفيديو. وحاولوا في الثماني ثلاثة. كنتكملوا المحاولات. شوفوا الاجابة تاعكم. نتمنى تكون صحيحة. نتمنى لكم انكم فهمتوا كل شي باذن الله. بعد ما كملتوا المحاولات. هيا نعطيكم الاجابة النموذجية. رحوا الثماني ثلاثة. اول سؤال اللي طلبوا مني امينة. وش قال لي سؤال جوبت مباشرة. وش هنا على المضخم. هو مضخم غير عكس. امينة كذا عرفتم مضخم غير عكس? كذا عرفتم. اول حاجة يحتوي مقامة راجعة. كي تلقي مضخم هذا. يحتوي مقامة راجعة. تقول لي في رأسه. كي ينزج احتمالات. يكون مضخم عكس. يكون غير عكس. هكذا. من بعد وش نديرو? بنا نعرف منفرق ومبيناتهم. وش نروحوا الاشارة الدخول. هي باثنين. باثنين هذي بش رابطينها بقطب غير العكس زيد. ولا قطب العكس نقص. وكانت لاحظة هنا. العكس. مربوطة بالزيد. معنتها غير العكس. وفي ناصل الوقت. شكلها مربوطة بالجي ان دي? هو قطبة ناقص. معنتها قطبة ناقص مدي الزاق تي بي. اذا هذا وش نسميه مضخم غير عكس. عايوة. السؤال الثاني يا امينا وش قلنا? قال لك اكتب عبارة في ثلاثة بدلالة اير واحد و اير و في اثنين. كيف نقوله جهد الخروج على جهد الدخول وش يساوي مجموعة مقاومة الفرق على المقاومة غير راجعة. هذه العبارة اللي حكينا عليها ذلكو. اذا شكون هو المخرج. اذا يساوي. اذا ا اوه اي ايش يساوي? يساوي في صورتي على و يساوي مجموعة المقاومات الفرق على مقاومة غير راجعة. هل سيتم ترجموه هذه العبارة. اذا او اي 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 في صعتي وشي هو؟ المخرج هو في ثلاثة وفي ثلاثة هو المدخل معناتها في ثلاثة على في ثلاثة وشي يساوي؟ يساوي مجموعة المقاومة تتعال فرع كده كان المقاومة هنا؟ هنا ار و ار واحد اذا تساوي ار زايد ار واحد الكل على واش؟ مقاومة غير راجعة اللي هي ار واحد هكذا؟ ايوة اذا في ثلاثة في ثلاثة كنا نقلوها الطرف الثاني بسكو وقالك اكتب لي في ثلاثة بدلال اذا في ثلاثة وشي يساوي؟ يساوي ار واحد ار زايد ار واحد على ار واحد الكل واش؟ اذا في ثلاثة هذا هو السئولي يجيب في الباكالوريه بالز filth هذا بنسبة لسؤالة رقم اثنين السؤال رقم ثلاثة، وش طلب منك أنا؟ قالك بحصة في معامل تضخيم عفي اذا عفي شي يساوي مقاومة أخي عرفنا صحي مقاومة showcase biased هذا الرج Brilliant وشي يساوي ار زايد ار واحد مقاومة الفرع على ار واحد مع ار واحد مقاومة غير راجعة R1 و R2 هذي قاعدة 200 وهذه 100 معتها 300 على R1 قدها اللي 100 وش يساوي إذن 3 وش معناتها؟ أنه يباوش يديلها يضعفها 3 مرات ومي ما يعكسهاش آكي يضعفها 3 مرات هذا بنسبة سؤال رقم 3 روحوا لسؤال رقم 4 قال لك أكمل رسم إشارة V3 بهنا نكمل إشارة V3 وش لازمة نشوفه V2 صحي شوفوا القيمة الأعظمية هنا قد أعطيها لقيمة الأعظمية إذا القيمة الأعظمية الإشارة الجديدة كده ستكون سوي 7 في 3 ستكون تسوي 21 والإشارة كش ما نزيدوها في الـ 114 ولا تبقى نفسها الـ 114 تبقى نفسها بس كولها إشارة الخروج وإشارة الدخول على التوافق ماشي كما مضخم العكس كده لقينها قبلها ناقص فيه صحي شوفي إذا نجيبوها للإشارة نوب الموجبة هذه وش يصرها تضعف في ثم مرات شوفك فاكنت شوفك فاكنت ضعف في ثم مرات النوبة السالبة هذه يحافظ عليها ويضاعفها ثم مرات والإشارة الدور وشكت لحظة إشارة الدور هي نفسها إشارة الدور تعوش تع ذي صورت معنا تها الدور تها الدور تها الأشارة الأولى يساوي الدور تها الأشارة الثانية ولا فريقونس تها الأشارة الأولى يساوي لفريقونس تها الأشارة ثانية وأنه يساوي الفن نوم أوكي إذا قيمة الأعظمية قده لقينها سبع وضعفة مرات إذا V-max يساوي 21 V-minimog يساوي يساوي ناقص 21 أعطني عبارة الجي بي الجديدة على المخرج V3T وش تساوي صح يساوي 21 سيني 314 أمين أحسن لك سؤال نقول لك أحسب لي قيمة المنتجة على المخرج قيمة المنتجة قيمة المنتجة الصافية وش تساوي كما مثلا في الترسيزي تعنا قيمة الأعظمية في الترسيزي تعنا 311 قيمة المنتجة 220 فولت صافية كما هنا القيمة الأعظمية جدا 21 فولت القيمة المنتجة أمين وش تساوي تساوي قيمة الأعظمية على جزة 2 ديما في الإشارات هذول أوكي قيمة المنتجة تساوي تساوي قيمة الأعظمية على جزة 2 في الإشارات العادية ما نروحش لتقويم وأمور باقي الأمور هت replicare صحيح هذا بالنسبة لش اجتماعينا رقم ثلاثة. خلاصوا الاسئلة ما مزالوا. خلاصوا. خلاصوا الدراح مكملة امينة. رحوا لي بعدوا. هيا جماعة شكون يشارك. شكون لي شارك. هيا جماعة شكون يشارك. هيا. مهدي محمد جابر. مهدي جابر شارك وزيد وكاش واحد جديد. واحد جديد جامي شارك مانقبال. هيا. هيا هيا جماعة نحيو الحجم. هيا. نحيو كسروا الحجز الخجل هذا. ايوه. جابر صايي. خلاص. هاي زيدو. هيبا ومحمد. ايوه. هيبا ومحمد شكون خيار مبيناتهم. هيبا نورمال مونا وطلعت من قبل. فضل يا هيبا جوابيني. اخر مرة وقتها طلعت يا هيبا. اذا لدينا مقحل. حيا ايبا ستاعتها مقحل. او صبري دخلي قنا نزيد نشوفه. بغرا ورا بغرا. بغرا ورا بغرا. نشوف شكونية. بغرا. فضل. اخر مرة طلعت. في مقاونا في الاستطاعات. الاستطاعات المقحل مالا أنت أولوي لك. هيبا المرة جاء إن شاء الله. هيا محمد روح التمرين رقم 4 هكذا روح 8 رابع أيوة 8 رابع أطعنا سؤال أطعنا فيها ربع أسئلة بنص طريقة من نوع هذا المذخم أكتب V2 بدلال V1 و R1 وأحسب معامل تذخم A V وآخر سؤال أكمل رسم إشارة V1 و V2 صحيح جماعوا ما مطلب منكم وقفوا الفيديو وحاملوا في التمرين وبعد ما تكملوا شوفوا الإجابة النموذجية هيا يا جماعة نبدأون حلو التمرين ونشوفوا الإجابة تعكم إن شاء الله نتمنى كامل تكون صحيح محمد سؤال الأول وش قال لك مانع هذا المذخم مذخم غير عكس ذلك ونحن نرواح للحواج ديرها صخفيفة ذلك ونحن نمشي على هذرة تعالتها وش قلت لي مذخم غير عكس هكذا أول حاجة وش نشوفه هذا المذخم يحتوي على تغذية راجعة أو مكيش سيلك تغذية راجعة سيلك أجمع كيرو أو مكيش موجود ها جماعة لو كان تبعوا هذا سيكتيار هذا يمشي منه ويروح منه ويروح لأحد المداخل إذن وش نسميه هذا نسميه مذخم صفة عامة صحيح مذخم قادر يكون عكس قادر يكون غير عكس من بعدها بنفرقه ما بين العكس وغير عكس محمد شوفوا إشارة دخول شوفوا بي واحد لما رايحة بي واحد يعني حاب نضخمها لما رايحة رايحة لزي للقطبة آيوه هذه التغميلة راجعة المقاومة راجعة قدها تساوي نرجع لهذه المقاومة راجعة قدها تساوي ساوي زر صحيح صفة وفي واحد مراد تضخمها مربوطة بالقطبة الزيت توش قلت لي في هذه الحالة قلت لي أستاذ مذخم غير عكس منطقيا راكم ليه راكم معه بصح بصح هذا تركيب يسموه تركيب جديد يسموه مذخم التابع مذخم التابع واشي هو هو يشبه المذخم غير عكس مي مقاومة الرجوع هذي واش تساوي تساوي السفر ها يديره على شكل سيك إذا هذا التركيب واش نعدو نسميه من وجاي نسميه مذخم تابع صحيح محمد مذخم تابع هذا إن شاء الله هتقرأه في الجامعة هتقرأه في المرشحات نحن ماش نتوسعه فيه نقدر نعرفه واشو وظيفة نتاعه هاكذا نسموه مذخم تابع هو مذخم غير عكس ومقاومة الرجوع تاعه واش تساوي السفر تساوي السيك هاكذا سؤال ثاني محمد يالك أكتب عبارة V2 بدلة V1 وR1 بالمنطق نتابعه نفس العلاقة إذن نجو نقوله معامل تضخيم A4 واش يساوي يساوي المخرج يساوي المخرج على مدر يساوي يساوي V2 على V1 واش يساوي ويساوي مجموعة مقاومة الفرع واش يمع المقاومة الفرع هنا R1 زيد A هاكذا مقاومة الفرع والأ بساوي السفر على مقاومة غير راجعة إذن واش يساوي ضخل صحي يساوي R1 زيد زيد المقاومة مقاومة الفرع مقاومة المكافئة الفرع على مقاومة R1 غير راجعة وبما أن R مقاومة راجعة واش يساوي مقاومة 0 إذن واش تولي تولي R1 على R1 صحى أم لا لا لا. واحد 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 اذا اثنين واحد 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 صح تخيق ذا يعني قد في واحد طرف الثاني. ما يساوي في هذه الحالة؟ في اثنين يساوي في وظيفة مدقم التابع. ما هي وظيفته؟ يحافظ على إشارة الدخول. إشارة الخروجية نفسها إشارة الدخول. يشبه الواش يشبه محول العازل اللي قلته في السنة الثانية. تمدله مثلا 12 فولت متناوب يمدلك 12 فولت متناوب. ما هو رفع؟ موخاوي. رح يكون محول عازل. صحيح. هذا بسبب وش هو سؤال رقم اثنين. رحوا سؤال رقم ثلاثة. بقراروش طلب مننا قلك وحسب معامل تضخيم افي. افي وش يساوي? افي. وش يساوي? مجموعة مقاومة الفرع على مقاومة غير راجعة. هكذا. وش قلناها? خلنا بللي اهل تساوي سافة. إذن يساوي ار واحد على ار واحد. وش يساوي خمسين على خمسين. وش يساوي واحد. مدخم تابع ديما اشارة الخروج تساوي اشارة الدخول. وديما معامل تضخيم. وش يساوي? ديما وش يساوي? واحد. لماذا? لأنه مقاومة الرجوع تساوي الصيفار. هذا بالنسبة لسؤال رقم ثلاثة. صحيح. تروحوا السؤال رقم ربعة. محمد وش قال لك اكمل رسم اشارة في واحد وفي اثنين. هكذا? ايه. هاية في واحد. في واحد. عنا. عنا طانا في سبعة تر سيني ستثمية وربعة ترسة. سبعة ترسة وش هي? هي قيمة الاعظمية. وثثمية وربعة ترسة وش نجيبه منها? ثثمية وربعة ترسة وش نجيبه منه? نجيبه منه الدور. الدور اللي فيه نوبة الموجبة ونوبة سالبة. إذن دور كودح يساوي؟. ثثمية وربعة ترسة. هو نبض تعد زائر. معانتها الافريقونس تعدادها خمسين هيرتز كفنا. والدور تعدادها سوفر ثانيا تانية. واش معانيتها? في زمن سوفر فاصل ثانيا كنا ناوبة موجبة ونوبة سلبة. معنى ناوبة الموجبة جدا فيها الزمن سوفر فاصل صفر واحد ثانية. ونوبة بات فيها سوفر فاصل صفر واحد ثانية. مش هحركز عليه مع هذو. اذا قيمة الاعظامية هذي سبعتاش قيمة الدنيا ناقص سبعتاش. والدور هذا الهدو يمكن تحسبوه. تجده سوفر ثانية كيفا نحسبوها جمعة الدور من نبض اوميغا اوميغا وشي يساوي يساوي اثنين بي اف ولا يساوي اثنين بي على الدورتي وحسب الدورتي تلقى يساوي اثنين ثاني اذا اشارة بما افو شي يساوي يساوي واحد مع انت اشارة الدخول راح تحافظ على اشارة الدخول اذا اح تبقى نفسها نوبة الموجبة تبقى موجبة ونوبة سالبة تبقى نسبة سالبة قيمة الاعظامية تبقى سبعتاش والدنيا ناقص سبعتاش والقيمة الجيبية في اثنين وشي يساوي سبعتاش سيني شتثمية واربعتاش هذا بنسبة الواش نسبة التامنين رقمه اربعة هنا كمنا حصة المضخيمات كل بساطة حصة بسيطة ما فيها احتى اشكالية ان شاء الله كم تكونوا فهمتوا واشنقولكم بالتوفيق ان شاء الله ليلة سعيدة الى ملتقى ان شاء الله يوم الخميس ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته